تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سلسلة أكبر خسائر الفرق الكبرى اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوال عبر قناة سيلفيسبوت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بدعوكم دائما تشتركوا فيها مثل ما عودتنا السلسلة هاي مهما كان اسمك كبير إلا ييجي يوم سيء يصيدك في القصوم ومن هذه الأيام السيء اللي مر فيها لبلوزة شيلسي 26 سمتبر 1953 أمام ويلفر هامتون لما سقطوا في بطولة الدوري بنتيجة 8-1 ويلفر هامتون كان قوي للغاية وقتها وللعلم توج باللقب في ذلك الموسم وكان أول لقب دوري في مسيرته من أصل ثلاث ألقاب دوري حملهم أما تشيلسي فانتهى في ذلك الموسم بالمركز الثامن وما زالت 8-1 هي أكبر خسارة لتشيلسي في كافة البطولات الرسمية كما إنها الأكبر طبعا في البريمير ليغ أما أكبر خسارة لتشيلسي في بطولة الكأس فقديم كثير عام 1913 مقابل شيفل وينزدين بنتيجة سداسية نظيفة أما أكبر خسارة على الصعيد الأوروبي تعرض لها تشيلسي فكانت في كأس المعارض الدولية عام 1966 وبالتحديد أمام برشلونة بنتيجة 5 مقابل لشيل وكانت إعادة لمباراة النصف النهائي لكن لو ما بدك تعتمد تلك البطولة على أنها غير رسمية رغم صفتها شبه الرسمية آنذاك فخسارتهم الأكبر أيضا بتكون أمام برشلونة 5-1 موسم 99-2000 في دور الأبطال تعرضوا لها بعد التمديد بعد انتهاء الوقت الأصلي 3-1 وهي نفس نتيجة فوز دبلوز ذهاب الآن ذاك في دور الثمانية من البطولة هذه هي سجل خسارة تشيلسي الكبيرة نلتقي في حلقة جديدة بعون الله قريبا اشتركوا في القناة